اشتركوا في القناة هي أصلها قريبة السيد رئيس الحاية تبقى بنت خالة ابن عامة مواطن آه قافي يا أنسا قافي كنت فين مبارك؟ يا فندم أنا عملت لها أجازة عارضة السيدة كنا مبارك وجاية بدري ليه النهاردة؟ الساعة لسه 11 ما هو يا فندم؟ أفيد يا فندم فيه ظروف عارضة كده مخصوم منك اليوم كله وأي يوم هتتأخري في ساعة هيتخصم لك اليوم كله بس يا فندم أقول لحضرتك قريبة السيد رئيس الحاية تبقى بنت خالة ابن عامة مواطن والدته وأنا بقول ما عنديش انسلسناقات اتفضل على مكتبك وانتي يا هنسة النظام القديم اللي كنت متبعاه زمان تنسيه يخرج من موقع خالص هنا فيه نظام جديد طول ما نقاعد النهاردة مخصوم لك اليوم اتفضل على مكتبك حاضر يا فندم تعالي أيوا يا فندم أي ساعة تتأخريها بعد كده هيتخصم لك اليوم كله هظن مفهوم مفهوم اتفضل على مكتبك حاضر تعالي أيوا يا فندم اتفضل على مكتبك حاضر يعني ايه يخصم لنا ثلاثيان هو فاكر نفس رئيس الحي والله بقى انا حاولت بقى اذا كان خصب للأنسة هاني يوم المسكينة متأخرتش غير أربع ساعات وبس ده مدى المدينة مكافأة عشان بنخدم زمايلنا والله انا حاولت معاه عشان كنتوا كمان عشان ينفع عنكم الجزاءات دي مفيش فايدة رفض بإسرار وبشدة خلاص يبقى مفيش حل غير ان احنا نشتكل الوزارة اه ونقتل في شكوة من قول اللي متزمت ومتعنت قال ان احنا الاثنين خلاص وانا متضامن معاك خلاص يبقى تمضي الشكوة معانا لا انا مش متضامن معاكو للدرجات دي يعني انا متضامن معاكو بقلبي وبروحي انما حكات الامضة دي بقى بلاش منها واحنا اللي فاكرينك معانا يا جماعة يا جماعة خليكم عايا طول ما السيد رئيس الحي غايب فاللي بيحلم حلو مين المدير العام فانا بنصحكم نصيحة لوجه الله انكم متوقفوش قصاده لان ده مجري وممكن يدوس عليكم يعني ايه نسكتله لغاية ما السيد رئيس الحي ييجي بس والرجل حيرجعلكو كل حقوقو والجزاءات اللي جات عليكو والرجل ده مايرضيش الحال المايل ايه رأيك عنده حق عنده حق؟ طب واستن دوجات اللي كنت بعملها للموظفين يا ست خليهم يجربوا الجوع شوية طب والجامعيات اللي بصرفوا منها بعضو خليهم يجربوا الفلس شوية ليه بقى خليكم معايا علشان لما السيد رئيس الحي ييجي يقوم يلاقي حالة تظمر في الحي يقوم يفقع المجري تقرير حي يقوم ودخلوه جراش الوزارة ويحيلوه الى التخزين ويعملوله معدل اهلاك ويتهنوه يلا 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 ياختي زنيت على خراب عيشك يا مجا ارجوك ارجوك يبلغ شياط كفاية خدي خدي مساح دموعك ده انت زي بنتي انا مكانش قزز عليك ايا يا فندم مليز زمد ازاي بس ده انت جايز 11 يا فندم المدير العام اللي قبل حضرتك قال لي اجي وقت ما انا عاوزه اه طبعا ما انت قريبة رئيس الحي وقال لي كمان امشي وقت ما انا عاوزه يا بختم ان كان ان ايه بخاله وقال لي كمان يا فندم مش مهم اذا كنت اشتغل ولا ماشتغلش اهو ربنا افتكروا بقى ما عادتش تنفع ولا يا فندم معرفتش بالا حصل الا انهاردة معرفتش إنه مات إلا النهاردة وبس لا يا فندم معرفتش إنه حضرتك وصلت إلا لما جيت عموما أنا أحب أعرفك حالا أنا عمري ما أحب الظلم ولا بنبسط إني أدي حد جزان بتقلم كإني أنا اللي تجزيت لكن في نفس الوقت أكره التسيب والانحراف والاستهتار أكره جداً للسيسناءات والمحسوبية بابا كان زي حضرتك كده بالزبط آه طبعاً أكيد أخلاقه دي وصلته لمكان مرموقة يا ترى هو فين دلوقت اترأى خدست مرة ستة خدست مرة ستة يعني 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 طلع معاش ما ليه؟ يعني اتفنش اتفنش آه اتفنش يبقى يعني ترفد لا يا فندم يعني مات مات آه الله بيرحمه يحسن إليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة